من صحيفة البيان الإماراتية نفتتح صباحا معكم لليوم والبداية من الخبر نهيان بن مبارك يبحث تعزيز التعاون مع سفيري أفغانستان وبتوجهات حمدان بن زايد وبتكلفة 23.7 مليون درهم 1.3 مليون مستفيد من أضاحي الهلال لعام 2021 أحمد بن سعيد المشاركات الدولية الواسعة دليل على مدى عمق الثقة بدبي دبي تواصل دعم القطاعات الحيوية لتسريع التعافي وأبو ظبي للتنمية يمول برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر بـ 35 مليون أما الحملة الصيفية بردا وسلاما تستهدف 800 ألف مستفيد في إمارة الفجيرة وشراكة إماراتية فرنسية لتعاون في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر حيث أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن توقيع شراكة مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا للتعاون في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر وبموجب الشراكة ستقوم وكالة الفضاء الفرنسية بتزويد المركز بكاميرتين ضوئيتين ملونتين ومخصصتين لاستكشاف الفضاء لتركيبهما على المستكشف راشد ولتوفير صور عالية الوضوح وكان يوسف حمد الشباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء عقد مؤخرا اجتماعا افتراضيا جمعه بفليب بابتست رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية ناقش خلاله سبل التعاون ومجالات العمل المشترك الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الاتحاد لنقرأ منها السفير الأمريكي يعود إلى روسيا هذا الأسبوع حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين أن السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفن سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع وعاد السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى واشنطن يوم الأحد برايس أضاف للصحفيين أن قرار العودة يعود إلى الرغبة في الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأمريكية وكذلك لتقليص مخاطر سوء الفهم بين البلدين وجرى الاتفاق على عودة السفيرين الأمريكي وروسي خلال القمة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتن الأسبوع الماضي في جونيف وقررت موسكو في مارس استدعاء سفيرها في واشنطن إثر تصريحات للرئيس الأمريكي وصف فيها بوتن بأنه قاتل وأعلن السفير الأمريكي في موسكو بعد ذلك بشهر أنه سيعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات أوصى بها الكرملن أيضا من الاتحاد نقرأ الإمارات استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تحدي سافر الجيش اليمني يدقوا تجمعات الانقلابيين في مأرب وعشرون ألف انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن حيث أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيقها عشرين ألفا وتسعمائة وسبعين وقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن إضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من ثلاثة وأربعين ألف طفل من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من يناير 2017 إلى مارس 2021 ووفقا للتقرير الصادر عن الشبكة تنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية بحق أطفال اليمن بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول علاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على أغلب المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها وكذلك استخدام القوى بشكل مفرط الآن المشاهدين نقرأ بقطاع السياحة والطيران من جريدة الخليج طيران الإمارات توفر مزيدا من فرص السفر صيفا وأيضا تعزز عملياتها في الأردن برحلتين يوميا بينما أبو ظبي تعزز التسويق السياحي لدعم تعافي قطاع السياحة نقرأ من جريدة الأنباء الكويتية الأمير تشارز شعر بالحزن في عيد الأب مع تساع الفجوة بينه وبين الأمير هاري حيث ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن عيد الأب أصبح ذكرى حزينة لولي العهد البريطاني الأمير تشارز بسبب علاقته بابنه الأمير هاري وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن يقوم تشارز بالتأكيد على أن حفيده البالغ من العمر عامين لن يصبح أميرا أبدا ومن المقرر أن يسعى تشارز إلى لقاء هاري خلال زيارته لبريطانيا في وقت لاحق من الصيف للكشف عن تمثال للأمير ديانا وتأتي التقارير بينما يجد الأب والابن علاقتهما في أسوأ حالتها على الإطلاق أيضا من الأنباء الكويتية نقرأ إحصائية تؤكد تراجع طفيف في عدد سكان ألمانيا 2020 مع تزايد عدد كبار السن وأنجلا ميركل تفتح متحفا جديدا لتوثيق عمليات التهجير في الحرب العالمية الثانية هذا المتحف سيوفر المزيد من المعلومات العامة حول أسباب وأبعاد وعواقب الهجرة القسرية في القرن العشرين في أوروبا وما بعده الآن مشاهدين وصلنا إلى الختام لكن مع رسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر